السلام عليكم البنات كيف انتم على بس عليكم بخير امركم زيانة نتمنى يا ربي يلقاكم فيديو ديالي في تمام الصحة والعافية نهار جديد او فيديو جديد او قبل ما ابدو الفيديو البنات نصلي وعلى النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نيما بنات اليوم ان شاء الله انتلقوا في هذا الفيديو اللي غنشارك معكم فيه الطريقة ديالي في التخزين ديال القصبر والمعدنوس والكرافس يعني كنت شاركتها معكم في هذا الفيديو كنت قلت لكم ان شارك معكم الطريقة ديال تخزين ديالهم بلا كونجلاتور يعني بش كي يبقوها كاطريين وكنت قلت لكم ويلا بغيتو خليوالي في لكم منطق وطبعا بزاف ديالي اللي بغاوا انني نشاركها معكم فاليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطريقة ديالي وحاجة اخرى ديالي غنجاوبكم سولتوني على الكتف بالنسبة للفيديو السابق كنت شاركت معكم الكتف بالنسبة للبنات الي ما عارفينش الكتف اللي كي يجي محمر هكذا في الفران وكي يجي غزال احسن من من بخار وكي يجي طيب وكي يجي فتي وكي يجي بني هذا هو الاساس انا ما كيعجبنيش للحم بخار بزاف ما بقاش كيعجبني بزاف كي يجيني بحل للحم مسلوق وكتدلوا له الملح والكامون مهم شوية ما عنديش مع بزاف وكدي في واحد النسمة شوية مجاهدة كي يجي غزال وتقريبا كي يجي يعني مبخر ولكن مشرمل وذيك النسمة مفيش كي يجي يعني متبل يعني كدي في نسمة للعطرية وزعفر الحر فسولت وني قلتولي شحال درجة الحرارة ديال الاكتفة شحال درجة الحرارة اللي انقدروا نطيبوا عليها الكتف وش من تحت ومن الفوق وش حال ديال الوقت انا كنت قلت لكم الوقت يمكن بعض البنات ما مرضوش البال في الفيديو فبنسبة الوقت على الاقل البنات جزء ساعت على الاقل جزء ساعت يعني على حسب اللحم او لحسب الاكتف وش كبير والصغير بالنسبة للفيديو اللي شفتوا السابقة الكتف كان فيها شوية يعني موسط ماشي كبارين وماشي عود صغارين مرة مهم كانوا موسطين جوج الكتوفة انتو ما شفتوهم معايا كيفاش دارين مهم بالنسبة للطريقة الطيب ديال انا فقد شعلوا لهم الفران من فوق ومن تحت البنات ودرجة الحرارة مية وثمانية حتى المئتين درجة ضرور يعني متمهلوش علي معاوض البوطس انو غادي كيف ما نقول حنا غادي يعنصوا معاكم يعني ما غاديشي طيب وضاغي وغادي بقاوا ممدهرين فمالي كتديروا لهم درجة الحرارة موسطى في نفس الوقت ما كيتحرقوش لانما فيهم كيف ما شفتو معايا لا ما لا تشي حاجة غير ديكتشار ميلة وكتدو عليهم وفي نفس الوقت كي يطيبو كيبقوا فتيين من الداخل صافي هاج هيليكين وكيف ما قد لكم على الاقل جز ساعات ومؤهك كم يدو الساعة وربعة كدرون يتقلبو شوفوش طاب ولا ما زال إلا بل ليكم صافيه الطاب فكتعريوه عليها البنات وكتبدا وكتززو ديك المريقاء وتخويوه عليهم من الفوق وتصدو عليه هعود كدلي كل مره كل مره كل مره كل مره كل عشرات دقائق تديروا هاد العملية باش ديكت العطرية او ديكتشار ميلة اللي كنادرنالو يستافد منها الكثيف ديالكم اشتركوا في القناة اشتركوا معنا وتبرتجوا القناة مع الاهل و اصدقاء و احباب وتوصلوا هذا الفيديو لعدد كبير من اللايكات اللايكات ديالكم كيف ما كنقول لكم دائما فراهم كي يحاونوا غير الفيديو باش كي يقدروا يتقترح او لي تبربوز على الناس اخرين و باش ما كيبشوش المجهودات ديالي هكذا كساف شريكين لبنات ما نطولش عليكم يلا نخليكم مع الوصفة فكيف ما شفتوا معي لبنات هني اخديت القصبر اول ما عند نوز درتهم فحد البانيو هكذا كبير اللي غد نخسلهم فيه كيف ما شفتوا معي درتهم مع بعضهم لان عندي البانيو شوية كبير صافي هني غد نعمر عليهم الماء كيف ما كتعرفوا ضروري ندصلوا هكا الربيع اي حاجة هكا اللي خضراء وكيترش عليها هكا الدوا مباشرة فضروري نخسلوهم مزيان مزيان ونرقدوهم بدل عبارة هدي بحلي كندير انا فكان عمر عليهم الممزيان هدي الخسلة اللولية وكندير لهم الخل كيف ما شفتوا معي كندير واحد الكيمية كبيرة هالطريقة كنديرها سوال النعناس سوال القصبر المعدنوس الكرافس الخبيزة الليتشوغا اي حاجة بحلكة خضراء كننغسله بالطريقة ومن بعد كنزيد هنا بكاربونات الصودا كنزيد عود واحد الكيمية اللي كبيرة وكنخليهم مرقدين حتى كي مهم كي خرج منهم ديك الدوا كامل كيتلقف ديك الماء كنخليهم على الاقل مرة اللولية مرقدين فات خليطة واحد ربع ساعة بحلكة كعد كنرجع نبدا كنغسلهم كنشللهم بالماء ونخوي ثلاثة المرات ربعة لحسب صافي وكنديرهم في شيش بيكة بحلكة اللي كنخليهم كيتقطرهم مزيان من الماء وهنايا غدي ناخد واحد المنديل كيف ماشفته معايا وغنبدا كنوزعها كده في الربيع كنحاول نفتحه مزيان ضروري من هاد العملية ضروري خصوين شف مزيان كيف ماشفته معايا وكنبدا كنفتح باش هكا نطوي المنديل اللي غادي نطويه وبحاكي بقا كيمتص ديك المالي كي يكون في الداخل على هاد الشكل صافي وكنلوي بشوية بشوية مشي تديروا الكمية كاملة في واحد المين دي الواحد لا حاولوا تفرقوها بحال كيف مكندير عانا باش ينجح معاكم هاد تخزين دي القصبور والمعدنوس والكرافس ضروري من هاد العملية تديروها يعني مزيان تحاولوا تتلوي مزيان سوا في المناديل سوا في هكا في الكاغط او لا في البابي كويسون عفوا مشي بابي كويسون يعني ورق المطبخ اللي كنستعملوا في المطبخ صافي وتخليوها عاود حتى ينشف مزيان يعني مثلا واحد ساعة دي المكان اولا حتى تشوفوا الربيع بأنه نشف مزيان كيف ما شفتوا معايا انا را هو نشف مزيان هنا صافي دي العملية دي لتقطيع ضروري لبنا تقطعو حاولو ما تطحنوش في شي ماكينة إلا لكانت عندكم بحال هادي او لعندكم شي ماكينة اللي اللي كتطحن بحال هادي الادات اللي كنوري لكم انا هنا غي قطعتو بشي جيني ساهل مهم بالنسبة لهاد الادات هادي البنات كنت شريتها واحد مرة وكنت شاركتها معاكم مي كان واحد البنات اللي قالوا لي تلوارا دا غي كتخسار دا غي كتتقطع انتو ما شفتوا معايا دا باش حالو هي عندي را كنستعملها بزاف في الكوزينة وخصوصا هاكا مي كان بغي نخزلنا الربيع فكتنفعني كتعجبني التقطيعا ديالها اللي كتقطع بها الربيع فما قطحنوش حتى كيرجع ماء إلا رجع هاكا فيه الماء فغادي يضيع بالزربة مي إلا ما عندكمش تقدرو تكتافيه غي بالسكين تقطعو غي بالسكين كيف ما شفتوا عليها تشكل ميلي كيكون ربيع ديالكم ناشف من الماء فضغية كيتقطع وكيف ما كتشوفوا معايا كيبقى يعني باين مشي كيتعجين ولا فكيبقى يعني مفرز على بعض بقبير اللي ك padreني طعبت معايا كرس willst لتح Hardrrポح وبالزربات يحصلنا بحضر عليين اatonúsica طعمدق قديم بها حيض衣 ونا رجع ككثير من الماء في الأسبوع حيضة التي ندهلها مثلا اتسجي وقجيار لديها في الحريره و significant wh e s on the تقريبا نفس العملية لهم كاملين و الطريقة للتقطاع تجي سهلة تحسو بالربيع كي يتحرك في هذه الأهداة الداخل ماشي شي ماكينة اللي تطحنه بزاف فهذا القصبر كيفما تعرفوه حساس بزاف كتر من اللي معدنوس وكتر من الكرافز مهم حتى هو طحنتو وخديت هاد القريعة هادول اللي عندي معقمين كيفما شوحتو معايا وكل حاجة كنديرها في قريعة هنا قد تلمع الدنوس حتى هو البنات نفس الطريقة قدي تقطعوه مهم هنه الطريقة هادي دي تقطيعها انا رغير كدنا كنقطع باش كنوري اللي اللي ما عندهم مش هاد الادات وفنفس الوقت كنسهل عليا باش يجيني سهل نطحنوا في هاد الماكينة هادي سافي البنات غادي نكمل الكمية ديالي كاملة ديال الربيع غادي نطحنها بالنسبة لهاد العملية البنات يعني الى كنتو غادي تديروا كمية كبيرة فغا تاخد منكم شوية الوقت يعني صبروا معاها ولكن غادي تهنى والبنات حلق دائلة بغيتوا توجدوا الشهر الفاضيل فهذا الطريقة هادي ركتخلي لكم الربع ديالكم بالنسبة الكرافز والمعدنوس فكتخليهم تقريبا عشرين يوم كيبقوا مزيانين هكا في اللون ديالهم اخضر ما كيتبدلوش بالنسبة للقصبر هو لي شوية يعني مدة قليلة تقريبا واحد العشر يوم حتى لتنشر يوم فكيبقى مزيان كيف ما شفتم عيه هنا يوم بعد ما قطعت كل شي انا خد غا نضيف عليهم هاد المكون فقط اللي هو زيت زيتون فبالنسبة لزيت زيتون البنات كيف ما كتعرفو فرا كيحافظ على الحويجات هكدا او المواد هكا اللي كنبغون نعلبوهم او نخليهم مدة طويلة فما كيخليهم شي تاكسدو وكيبقوا مزيانين مدة طويلة غير هي واحد الحاجة ضروري تاخدو هكا شي ملعقة او لفورشت كيف ما عملت انا وتبقى وتحركوا في هاد الربع هاد مزيان حتى تحسوا بي بانه كامل تلبس بزيت زيتون ضروري من هالطريقة البنات لان زيت زيتون هو اللي غي حافظ عليه باش غيبقى في اللون ديالو وغيبقى في الطراوة ديالو وما غي يفسد موالو يعني غيبقى مدة طويلة ضروري من هاد العملية هادي من بعد مالي كتحسوا بانه يعني الربع ديالكم كامل تعمر بزيت زيتون مزيان صافي كتحاولو تهبطو يعني بوحد المالعة قولة او كتزيدو شوية زيت زيتون من الفوق بالنسبة لي انا ركن كنكتر في زيت زيتون حتى كنغطيه من الفوق ومالي كنبغين طيب ما كنحتاش نزيد يعني الزيت بزاف سافي كيجيني ساهل وفي نفس الوقت كيفما قد لكم كيحافظ عليه باش كيبقى مدة طويلة بالنسبة لي انا يا البنات غادي يعني ندير لهم هاد البلاكات هادو باش نبقى يعني عارفة القصبار من المعد نوس من الكرافز لان مالي كيتقطعوا فاشي شوية كيتخالفوا مع بعضهم يمكن لكم تعلموهم باي حاجة ديرو هكا شي شي يلسقها هكدا او اليدو كالبيغاتيناس اللي كيلسقوا فسافي وتكتبوا عليهم شنو هادا وشنو هادا وشنو هادا سافي هادا مكان البنات هدي هي الطريقة ديالي البنات ركا تبقى مدة طويلة غا تنفعكم ان شاء الله في رمضان الى وجدتو هادا الربيع قبل من رمضان هكا يعني في اليومين اللخرية فغادي ينفعكم واحد العشرين يوم غادي تهنى ومن الربيع غا تولي وغيت جبدو وطيبو ان شاء الله بإذن الله نتمنى هادا اللصفة دياليوما حقا نسيت ما قلت لكم واحد الحاجة ضروري من تلاجة البنات من اللي تتالي وضروري تخزنهم في التلاجة نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو دياليوما ويلا عجبكم طبعا ما تنسونيش من لايكات ديالكم او ليجيم والبرتاجة البنات غادي نضرب لكم معايد قريب ان شاء الله في فيديو قديم وغادي نقول لكم السلام عليكم تسالة وليا فراسكم